بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الصوفية وموقفهم من تحقيق أصول العبادة الدرس الثامن الحمد لله رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به إلى الممات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق جفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتلك وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أصحاب القضيلة العلماء أيها الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله خلق الجن والإنس لعبادته كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وفي ذلك شرفهم وعزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة لأنهم بحاجة إلى ربهم لا غنى لهم عنه طرفة عين وهو غني عنهم وعن عبادتهم فما قال تعالى إن تكفوا فإن الله غني عنكم قال تعالى وقال موسى إن تكفوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد والعبادة حق لله على خلقه وفائلتها تعود إليهم فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد ولما كان العباد لا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم حقيقة العبادة التي ترضي الله سبحانه وتوافق دينه لم يكلهم إلى أنفسهم بل أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيْتَنِبُوا الطَّارُونَ قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ فمن حاد عما بيّنته الرسل ونزلت به الكتب من عبادة الله وعبد الله بما يملي عليه لوحه وما تهواه نفسه وما زينته له شياطين الإنس والجن فقد ظل عن سبيل الله ولم تكن عبادته في الحقيقة عبادة لله بل هي عبادة لهواه وعبادة للشيطان من أظل من من اتبع هواه غير هدى من الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبيت وأن اعبدوني هذا السراط المستقيم وهذا الجنس كثير في البشر وفي طليعتهم النصارى ومن ظل من فرق هذه الأمة الصوفية الذين نحنوا بصدد الكلام عنهم في هذه الرجالة فإنهم اختطوا لأنفسهم خطة في العبادة مخالفة لما شرعه الله في كثير من شعاراتها وهذا يتضح ببيان حقيقة العبادة التي شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان ما عليه الصوفية اليوم من انشرافات عن حقيقة تلك العبادة إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تنبني على أصول وعلى أسس ثابتة تتلخص فيما يلي أولاً أنها توقيفية بمعنى أنه لا مجال للرأي فيها بل لا بد أن تكون بل لا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى والمبين لها رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطأل وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال عن نبيه إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ثانياً لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى من شوائب الشرك كما قال تعالى فمن كان يردو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فقال تعالى ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ثالثاً لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي وقال خذوا عني مناسككم إلى غير ذلك من المصوص رابعاً أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وتجاوزها كالصلاة مثلاً قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوطاً وكالحج قال تعالى الحج أشهر المعلومات وكالصيام قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرقان ومن شهد منكم الشارة فليصم خامساً لا بد أن تكون العبادة قائمة على محبة الله تعالى والذل له وخوفه ورجاءه قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى عن أمريائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخذوكم الله ويهدر لكم جنوبكم والله أفور الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فذكر سبحانه علامات علامات محبة الله وثمراتها أما علاماتها فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله وأما ثمراتها فنيل محبة الله سبحانه للعبد ونيل مغفرة الذنوب والرحمة منه سبحانه وتعالى سادساً أن العبادة لا تسقط عن المكلة من بلوغه عاقلاً إلى وفاته قال تعالى وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيمُ الصوفية وموقفهم من تحقيق أصول العبادة لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفاً في صدر الإسلام وإنما المعروف في صدر الإسلام اسم المؤمن والبر والثقي والفاجر والفاسق وإنما لفظ التصوف والصوفية محدث بعد القرون المفضلة وهو دخيل على الإسلام من أمم أخرى قال شيف الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما وقد روي عن صوفيان الثوري أنه تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري وتناجع في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي فإنه من أسماء النسب كالقرش والمدني وأنثال ذلك فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفي وقيل نسبة إلى الصفة المقدم بين يدي الله وهو أيضاً غلط فإنه لو كان كذلك لقيل صفي وقيل نسبة إلى الصفة من خلق الله وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي وقيل نسبة إلى صوفة ابن بشر ابن ود بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم النساك وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللهم فإنه ضعيف أيضاً لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك ولأنه لو نسب ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولاً ولأن غالباً من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام وقيل وهو المعروف إنه نسبة إلى الصوف فإنه أول ما ظهر الصوفية في البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد ابن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن البصري وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والقول ونحو ذلك ما لم يكن في سائل الأمصار وقد روى أبو الشيخ الأصبهان بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوماً يفضلون لباس الصوف فقال إن قوماً يتخيرون لباس الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم وهديوا نبينا أحب إلينا وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الفطن وغيره أو فلاماً من هذا ثم يقول بعد ذلك وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل في أحدهم صوفي وليس طريقهم مقيداً بلبس الصوف ولهم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به لكن أضيف إليه لكونه ظاهر الحال إلى أن قال فهذا أصل التصوف ثم إنهم بعد ذلك تشعب وتنوع وكلامه رحمه الله يعطي أن التصوف نشأ في بلاد الإسلام على يد عباد البصرة نتيجة لمبالغاتهم في الزهد والعبادة ثم تطور بعد ذلك والذي توصل إليه بعض الكتاب المعاصرين أن التصوف تسرب إلى بلاد المسلمين من الديانات الأخرى كالديانة الهندية والرهبانية النصرانية وقد يستأنس لهذا بما نقله الشيخ تقي الدين من تيمية رحمه الله عن ابن سيرين أنه قال إن قوماً يتخيرون لباس الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم وهدي نبينا أحب إلينا فهذا يعطي أن التصوف له علاقة بالديانة النصرانية ويقول الدكتور صابر طعينة في كتابه الصوفية معتقداً ومسلكاً ويبدو أن لتأثير الرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم كثرة من المنقطعين لهذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيد أعطى هو الآخر دوراً في التأثل الذي بدأ على سلوك الأوائل وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله التصوف في كتابه التصوف المنشأ والمصالف عندما نتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر وأقاويلهم المنقولة منهم والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة نرى بوناً شاسعاً بينها وبين تعاليم القرآن والسنة وكذلك لا نرى جذورها وبذورها في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة الكون بل بالعكس نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية والبرهنة الهندوكية وتنسك اليهودية وزهد البوذية ويقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في مقدمة كتاب مصرع التصوف إن التصوف أدنى وألأم كيداً ابتدعه الشيطان يسكر معه عباد الله في حربه لله ولرسوله إنه قناع يتراء لأنه رباني بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق فاتش فيه تجد برهمية وبوذية وزرادشتية ومانوية وديصانية تجد أفلاطونية وعنوصية تجد فيه يهودية ونصرانية ووتنية جاهلية ومن خلال عرض آراء هؤلاء الكتاب المعاصرين في أصل الصوفية وغيرهم ممن لم نذكره كثيرون يرون هذا الرأي يتبين أن الصوفية دخيلة على الإسلام يظهر ذلك من ممارسات المنتسبين إليها تلك الممارسات الغريبة على الإسلام والبعيدة عن هديه وإنما نعني بهذا المتأخرين من الصوفية حيث كثرت وعظمت شطحاتهم أما المتقدمون منهم فكانوا على جانب من الاعتدال كالفضيل بن عيام والجنيد وإبراهيم بن عدهم وغيرهم منهج الصوفية في العبادة والدين للصوفية خصوصا المتأخرين منهم منهج في الدين والعبادة يخالف في أكثره منهج السلف ويبتعد كثيرا عن الكتاب والسمة فهم قد بنوا دينهم وعبادتهم على رسوم ورموز واصطلاحات افترعون تتلخص فيما يلي أولا قصرهم العبادة على المحبة فهم يبنون عبادتهم لله على محبته على محبته تعالى ويهملون الجوانب الأخرى كجانب الخوف والرجاء حتى قال بعضهم أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وإنما أعبده لأنني أحبه أو كما قالوا ولا شك أن محبة الله تعالى هي الأساس الذي تبنى عليه العبادة ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمون بل لها جوانب وأنواع كثيرة كالخوف والرجاء والذل والقضوع والدعاء إلى غير ذلك فهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة اسم جامع لما يحبه الله والله من الأطوال والأعمال الظاهرة والباطنة ويقول العلامة بن القيم في نونيته وعبادة الرحمن غاية قبه مع ذل عابده هما قباني وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القباني ولهذا يقول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زندير ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وقد وصف الله رسله وأنبياء بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا وأنهم يرجون رحمة ويخافون عذابا وأنهم يدعونه رغبا ورهبا قال شيخ الإسلام المحيمية رحمه الله ولهذا قد وجد في نوع من المستاخرين من انبسط في دعوة المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وقال أيضا وكثير من السالكين سلكوا في دعوة حب الله أنواعا من الجهل بالدين إما من تعدي فنود الله وإما من تغيير حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوي الباطلة التي لا حقيقة لها وقال أيضا والذين توسعوا من الشيوف في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللون والعدل والغرام كان هذا أصل مقصودهم كان هذا أصل مقصودهم ولهذا أنزل الله آية المحبة مشنة يمتحن بها المشب فقال تعالى قل إن كنتم تشبون الله فاتبعوني يحذبكم الله فلا يكون مشبا لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية وكثير من من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وقال أيضا وكثير من الظالين الذين اتبعوا أشياء منتدعة من الزهد والعبادة على غير علم ولا نور من الكتاب والسنة وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوة المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك فتبين بذلك أن الاقتصار على جانب المحبة لا يسمى عبادة بل قد يقول بصاحبه إلى الظلال والخروج من الدين ثانيا الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلى الكتاب والسنة والابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرجعون إلى أذواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة والأذكار والأوراد المبتدعة وربما يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم عليه بدلا من الاستدلال بالكتاب والسنة هذا ما ينبني عليه الدين الصوفية ومن المعلومة أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ويتمسكون يعني الصوفية في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن معصوما فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى السيسيهم ورغبانهم شارعين لهم دينا منتهى ولما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينه وعباداته فقد تركوا نجوع إلى الكتاب والسنة صاروا أحزابا متفردين كما قال تعالى فأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون فصراط الله واحد لانقسام فيه والاختلاف عليه وما عداه فهو سبل سبل متفرقة تتفرق بمن سلكها وتبعده عن صراط الله المستقيم وهذا ينطبق تماما على فرق السوفية اليوم فإن كل فرقة منهم لها طريقة خاصة تختلف عن طريقة الفرقة الأخرى ولكل فرقة منهم شيخ يسمونه شيخ الطريقة يرسم لهم منهاجا يختلف عن منهاج الفرق الأخرى ويبتعد بهم عن صراط الله المستقيم وهذا الشيخ الذي يسمونه شيخ الطريقة يكون له مطلق التصرر يكون له مطلق التصرر وهم ينفذون ما يقول ولا يعترضون على شيء لأنهم يعتبرونه معصوما حتى قالوا إن المريد مع شيخه يكون كالميت مع آسل وقد يدعي بعض هؤلاء الشيوخ أنه يتلقى عن الله مباشرة أنه يتلقى عن الله مباشرة ما يأمر به مريديه وأتباعه وأنه ليس بحاجة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا من دين الصوفية انتزام أذكار وأوراد يضعها لهم شيوكهم ويتقيدون بها ويتعبدون بتلاوتها ويلازمونها في الصباح والمساء وربما فضلوا تلاوتها على تلاوة القرآن الكريم ويسمونها ذكرى الخاصة وأما الذكر الوارد في الكتاب والسنة فيسمونه ذكرى العامة فقول لا إله إلا الله عندهم هو ذكرى العامة وأما ذكرى الخاصة فهو الاسم المفهد الله الله وذكر خاصة الخاصة عندهم هو بدل الله يقول هو هو قال شيخ الإسلام من تيمية ومن زعم أن هذا أي قول لا إله إلا الله ومن زعم أن هذا أي قول لا إله إلا الله ذكر العامة وأن ذكرى الخاصة هو الاسم المفرد وذكرى خاصة الخاصة هو الضمير هو أي الاسم المضمر فهو ظالم مضل واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في قوضهم يلعبون من أبيل غلط هؤلاء بل من تحريفهم للكلمة عن مواضعه فإن الاسم الله في الآية الكريمة مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله هو قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله قل الله أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم الله مبتدى قبره دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول من جارك فتقول زيد أي زيد جاري وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم فيه بنفي ولا إثبات إلى أن قال وقد وقع بعض من واضب على هذا الذكر بالاسم المفرد أو به في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد وما يذكر عن بعض الشيوط من أنه قال أخاه أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إن الأعمال بالنيات وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمة لا إله إلا الله لأنه مخاف أن يموت في أثنائها موت غير محمود على زعب هؤلاء بل كان يلقن مختاره هؤلاء من ذكر الاسم المهر والذكر بالاسم المغمر أبعد عن السنة وأدخل في الفدعة وأقرب إلى إغلال الشيطان فإن من قال يا هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الغمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلب والقلب قد يهتدي وقد يظل قد صنف صاحب الخصوص يعني من عربي صنف كتابا سماه كتابا هو وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو وهذا هو مما اتفق المسلمون بل العقل على أنه من أبيان الباطل فقد يظل هذا من يظله من هؤلاء حتى قلت لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين بلا يجد أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة مثال ذلك أن هذه الأمور أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضى ولا يصل الصلوات المكتوبة بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلام يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف إلى أن قال رحمه الله فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائف التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائف وفواسط أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله ويستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يفلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولسيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغالي والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن ولم يقف الصوفية عند هذا الحد من منح الولاية لأمثال هؤلاء بل غلوا فيهم حتى جعلوا فيهم شيئا من صفات ربوبية وأنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغير ويجيبون من استغاث بهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله ويسمونهم الأغوات والأططاب والأوتاد يهتفون بأسمائهم في الشدائف وهم أموات أو غائبون ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وأضفوا عليهم هالة من التقديس في حياتهم وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم فبنوا على قبورهم الأضرحة وتبركوا بتربتهم وطافوا بقبورهم وتقربوا إليهم بأنواع جذور وهتفوا بأسمائهم في طلباتهم هذا منهج الصوفية في الولاية والأولياء وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خامسا ومن دين الصوفية الباطل تقربهم إلى الله بالغناء والرقص وضرب الدفوف والتصفيق ويعتبرون هذا عبادة لله قال البكتور سابر طعيمة في كتابه الصوفية منشعا ومسلكا قال أصبح الرقص الصوفي الحديث عند معظم الطرق الصوفية في مناسبات الاحتفاء بموالد بعض كبارهم أن يجتمع الأتباع لشماع نوتها الموسيقية التي تكون جوقتها أحيانا أكثر من مئتي عاجف من الرجال والنساء وكبار الأتباع يجلسون في هذه المناسبات يتناولون ألوانا من شرب الدخان وكبار أئمة القوم وأتباعهم يقومون بمدارسة بعض الكرافات التي تنسب لمقوريهم وقد انتهى إلى علمنا من المطالعات أن الأداء الموسيقية لبعض الطرق الصوفية الحديثة مستمد مما يسمى كرال صلوات الآحاد المسيحية قال الشيخ الإسلام بن تيمية مبينا وقت خدوث هذه الأباطيل وبيان موقف الأئمة للإنكارها ومن الذي أحدث ذلك منه قال اعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالفجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا كراسان من أهل الدين والصلاة والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في آخر المئة الثانية فلما رأاه الأئمة وأنكروه قال الشافعي رضي الله عنه خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادق يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فقال يزيد بن هارون ما يغبر إلى فاسق ومتى كان التغبير وسئل عنه الإمام أحمد فقال أكرهك هو محدد قيل أتجلس معهم قال لا وكذلك سائروا أئمة الدين كرهوه وأكابروا الشيوخ الصالحين لم يحضروه فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عيام ولا معروف الكرخي ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري ولا السليم السطي وأمتاله والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه في آخر يامنه وأعيان المشائخ عاب أهله كما فعل ذلك عبد القادر والشيخ أبو البيان غيرهما من المشائخ وما ذكره الشافعي رحمه الله من أنه من إحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأسول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغل فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزنقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينة وأمثاله إلى أن قال الشيخ رحمه الله وأما الحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليل الذي جعله الله إماما وأهل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فليس فيهم من يرغب في ذلك ولا يدعو إليه وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهداء والسعد والرشاد والنور والفلاح وأهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص لله والمحبة له والتوكل عليه والخشية له والإنابة إليه إلى أن قال ومن كان له خبرة لحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكائي والتصدية لا يجلب للقلوب منفعه ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسد ما هو أعظم منه فهو للروح كالجسد فهو للروح كالخمر للجسد ولهذا ينه أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر ويقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر وقال وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الآئمة فلقد قال الله في كتابه واقصر في مشيك وانض من صوته وقال في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون أي بسكينة ووقار وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود بل الدف والرقص لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة قال وأما قول القائل هذه شبكة يصاد بها العوام فقد صدق فإن أكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام والتوانس على الطعام كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس في الباطل ويصدون عن سبيل الله ومن فعل هذا فهو من آئمة الضلال الذين قيل في رؤوسهم ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاف ولعنهم لعنا كبيرة وأما الصادقون منهم فهم يتخذونه شبكة لكن هي شبكة مقرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها كما هو الواقع كثيرا فإن الذين دخلوا في السماع المتدع في الطريق ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله أو رثهم أحوالا فاسدة انتهى كلامه فهؤلاء الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالغنى والرقص يصدق عليهم قول الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا سادسا من دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى القروج عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف فقد كان أصل التصوف كما ذكره ابن الجوزي رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاس والصدق قال وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأكرين آية التمكن وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في ظلمات الجهالة فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم وشبهوا المال بالعقارب ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم من لا يتجع وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي وجاء آخرون فهذبوا مذهب الصوفية وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق ثم ما زال الأمر ينمى والأشياف يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم وبعدوا عن العلماء ورأوا ماهم فيه أوفى العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه فكأنهم تخيلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به وهؤلاء بين الكفر والبدعة قال ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سندا هذا كلام من الجوزي رحمه الله في تطور التصوف على مدى القرون وهذا في وقته فقد زاد الأمر على ما قاله أضعاف مضاحفة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوامر ولو تجوهروا لسقطت عنهم وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوامر ولسنا نحن من العوامر ولسنا نحن من العوامر فندخل في حجر التكليف لأننا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة فأجاب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال بقوله لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه وهو شر من قول اليهود والنصار فإن اليهودية والنصرانية آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وأولئك الكافرون حقا كما أنهم يطرون أن لله أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة وأما إن كانوا من منافق أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلميهم ومتفلسفتهم كانوا شرا من منافق هذه الأمة حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق فهم شر ممن يظهر إيمانا ويبطن نفاقا والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية فإن هؤلاء خارجون بهذه الحال من جميع الكتب ومن جميع الشرائع والملل لا يلتزمون لله أمرا صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهي إلى أن قال رحمه الله ومن هؤلاء من يحتج بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويقول معناها اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة فإذا حصل ذلك لك سقطت عنك العبادة ربما قال بعضهم اعمل حتى يحصل لك حال فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم وهذا كفر كما تقدم إلى أن قال فأما استدلالهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهي عليهم لا لهم قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت وقرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وذلك أن اليقين هنا هو الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين وذلك مثل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين إلى قوله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نتذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فهذا قالوه وهم في جهنم وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم وبالآخرة هم يوقنون وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يعدون وهو اليقين فالآلة تدل على ويوب العبادة على العبد منذ بلوغه سن التكليف وهو عاقل إلى أن يموت وأنه ليس هناك حال قبل الموت ينتهي عندها التكليف كما تزعبه الصوفيين الخاتمة وبعد فهذا دين الصوفية قديما وحديثا وهذا موقفهم من العبادة ولم نقل عنهم إلا القليل مما تضمنته كتبهم وكتب منتقديهم وما تدل عليهم ممارساتهم المعاصرة ولم أتناول إلا جانبا واحدا من جوانب البحث حوله وهو جانب العبادة وموقفهم منها وبقيت جوانب أخرى تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات كموقفهم من السوحيح وموقفهم من الرسالات وموقفهم من الشريعة والقدر إلى غير ذلك هذا وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يذير قلوبنا بعد يذهدانا وأن يثبتنا وإياكم على دينه إلى يوم نلقاه خير مبدلين ولا مغيرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستاذ الله خضيلة الشيخ هل ممكن أن بعض الشيخ الشيخ الطراء يباقى لفرق السوفي يستعملون شياطين الجل الإعرام المتعددة وكيف يتم ذلك وما هي طريقة مواجهة هذه الطاهرة القاطرة على الممتد الإسلامي نعم قد وجد شيء من ذلك كما أشار إليه الشيخ الإسلام من تيمية وغيره عن بعضهم أنه قد يطير في الهواء وقد يمشي على الماء وقد يخبر عن الشيء الغائف وهذا ليس من قبله هو وإنما هو من قبل الشيطان الذي تعامل معه فإن الشياطين تحملهم في الهواء وتحملهم على الماء وتأتي لهم بالأخبار من بعيد بشرط أن يخضعوا لهم وأن ينقادوا لأوامرهم وأن يشركوا بالله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى عن أمثالهم ويوم يحشرهم جميع أيام عشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار محواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون قد ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية أن استمتاع الإنس بالجن أن الجن يخدم الإنس بما يريد وأن استمتاع الجن أن الإنس يخضع له ويذل له ويطيعه لما يريد كما قال سبحانه وتعالى في آية الأخرى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزالوهم رهقا هذا شيء معلوم نعم كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي كتاب فيه حق وباطل فيه أشياء مفيدة مباحث مفيدة وفيه أشياء من اصطلاحات الصوفية ورموزهم فيها خلط كثير فهو كتاب مخلوق لا يصبح أن يطلع عليه إلا طالب علم تمكن يميز بين الحق والباطل فيأخذ من فوائده ويتجنب ما فيه من المحاذير نعم وقد صنف لحظة وقد صنف الإمام بن الجوزي كتابا سماه منهاج القاصدين يريد به الرد على كتاب الإحياء للغزالي ويريد به أن يكون عوضا عنه لأهل السنة يقرأون منهاج القاصدين ويستانون به عن الإحياء منهاج القاصدين ويوجد له الآن مختصر مختصر من هذه القاصدين من قدامة وها لم يوجد لأيدي طلبة العلم الآن لأيدي طلبة العلم الآن نعم هل جاء في الأخر ما يفيد أن رضية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأن الكرامات يتقص فيها يتقص الله بها عباده المستقيم وعباده الورياء والصالحين أو يمكن أن تكون فترة يبتلى بها الله من يشاء من عباده أما الشيط الأول من السؤال وهو هل يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فنعم يمكن أن يرى في المنام ولكن بشرط أن يكون الرائي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويميزه عن غيره لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرف الرسول بصفاته أما من لا يعرف الرسول ولا يعرف صفات الرسول فربما يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول فهذا فيه تفصيل من كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه أو يعرف صفاته عليه الصلاة والسلام على وجه الكمال فهذا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية ورؤياه حق وأما من لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فربما يلبس عليه الشيطان ويأتيه النوم ويدعي أنه الرسول لأن هذا الشخص لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أما الشيط الثاني من السؤال وهي هل تحصل الكرامات لكل أحد الكرامات لا تحصل إلا للأولياء لأولياء الله عز وجل قد تحصل لبعضهم ليس كل الأولياء تحصل لهم كرامات وإنما تحصل لبعض تحصل لبعض الأولياء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام بن تيمين إما لحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين قد تحصل الكرامة إما لحجة لإقامة الحجة في الدين وإما لحاجة للمسلمين أما الخوارق الخوارق العادات فهذه قد تحصل للأولياء وقد تحصل لغير الأولياء الخوارق تنقسم إلى قسمه خوارق هي كرامات من الله سبحانه وتعالى وسببها الصلاح والتقوى والاستقابة وخوارق شيطانية سببها الفسق والكهر وهذه تحصل للسحرة والمشعوذين وأتباع الشياطين الخوارق للعادات قد تكون كرامات وهذا ما يجري على أيدي أولياء الله الصالحين وقد تكون هذه الخوارق خوارق شيطانية لابتلاء الخلق واختبارهم وهذه تحصل على أيدي الشياطين كالسحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين أو لا يجري على أيديهم خوارق لكنها خوارق شيطانية بيجري الابتلاء والامتحان نعم ما صحتنا أعتقد بالعربي الذي يستهدع القول بقول ابن عربي كما ذكر السائل ويقول بوحدة الوجود هو أكفر أهل الأرض لأنه يدعي أن الله هو كل شيء كل الوجود هو الله سبحانه وتعالى حتى والعياد بالله النجاسات والقاذرات والكلام والخنازير وهذه كلها يقول هي عين الله كعالى الله عن ما يقول وهذا الموجود في كتب كالقصوص قصوص الحكم والمتوحات المكية هذا موجود في كتبه لا نقوله عليه افتراء وإنما هو موجود في كتبه الموجودة الآن والمطبوعة يرى فيها واحدة في الوجود نعم 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 جدوا أن تفيدنا ألي شيعة هي طائفة مصوفية أم هي أفضل من جائب ومن أسس هذه الشيعة الشيعة قد يقول بهم شيء من التصور وقد لا يقول الشيعة هم الذين يدعون أنهم يتشيعون لأهل البيت علي بن عبي طالب رضي الله تعالى عنه وبنيه ولهم في هذا اصطلاحات ولهم في هذا طرق وهم ليسوا طائفة واحدة ومن طوائف كثيرة للشيعة طائفة كثيرة ليسوا طائفة واحدة بالطوائف throws متشعبا منهم الجعفرية ومنهم الزيدية ومنهم لكن ليسوا على حد سواه بعضهم أقرب للسنة من بعض وبعضهم وأبعد عن السنة وهوهم طوائف كثيرة ومنهم الاسماعيلية ومنهم القرامطة ومنهم للآخرين وهذا يرجع به كتب الفرق مثل كتاب المقالات لأبي حسن الأشعري مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني مثل كتاب الفرق بين الفرق والبغدادي وغير ذلك من أراد أن يعرف هذه الطوائف يرجع إلى هذه الكتب بعض الطائفة تقول أن الأولياء معرفة خاصة من المغيبات دون الرسل معظوا الطوائف؟ تقول أن الأولياء معرفة خاصة من المغيبات دون الرسل ويزعمون على هذه المقالة قصة كذر مع موسى ويقولون هذا دليل على معرفة الأولياء حبوا الحفيفة والأنبياء وعلم الشريعة أبي دون الرسل هذا كما أشرنا في كلمتنا أن منهم من يخدع أنه يطلع على ما لم يطلع عليه الرسل وأنه يأخذ من المعدن أو من المعدن الذي تأخذ منه الرسل هذا الشيء يقوله غلاتهم ويزعمون أنهم لذلك ليسوا بحاجة للرسل لأن الرسل عندما جاءوا للعوام وأما هم فهم قد وصلوا وصاروا من الخواص فليسوا بحاجة والخضر عليه السلام اختلف به هل هو نبي أو ولي والصحيح أنه نبي وأن الله قد أوحى إليه كما أوحى إلى النبيين والأمور التي ذكرها الله عنه في سورة الكهة دليل على نبوته لأنها أمور لا يطلع عليها إلا من طريق الوحي فالخضر الصحيح أنه نبي وليس هو من الأولياء فقط